السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا قوم كل جمعة وانتوا بالفقير النهاردة من اعلى سطح المنزل قاعدين نزبط شوية في الحاجات اللي فوق قلنا نصبح عليكم الهنا كل جمعة وانتوا بالفقير اخر جمعة في شهر سبتمبر العام 2019 عد الشهر كنت عاملة نفس كده خطة في الشهر ده والحمد لله اعتقد ان انا حدرت التزم بالخطة دي بنسبة 99% تقريبا شاكر لكم الدعم الكبير اللي انا واكب الخطة اللي انا عملتها دي مش عارف اشكركم ازاي لكنه ان شاء الله اتمنى ان انتوا بتلاقوا حاجة مفيدة اللي انا باعرضوا ليكم لو ما كنتش لسه اشتركت في القناة اتمنى انا كنت تشترك في القناة وتفعل جرس وما تنسوش دايما اللايك والشير فلا تسألني هو اللايك بيفيد في ايه والشير بتفيد في ايه اللايك والشير بيقول لليوتيوب انه الفيديو ده اعجبني واعتقد انه ممكن اعجب حد تاني فكل ما بزيد اللايك على الفيديو والشير كل ما اليوتيوب بتارده اكتر لناس اكتر شايفين كده في الصفحة القولة دايما عندكم هي ركومنديشنز فيديوز ولا على الجنب اللايك والشير هما اللي بيخلوا اليوتيوب بيقرروا ان هما الفيديوهات دي تنحط في المناطق دي ولا لا فهي دي الفايدة انا كنت تنشروا مجرما بتعمل اللايك بتدي فرصة لغيرك ان هو كمان يشوف محتوى الفيديو ده بكرا ان شاء الله موعدنا مع البث المباشر لشهر سبتمبر ما حددتش الساعة لسه هو هيكون بعد مباراة ليفربول اكيد هتفرج على صلاح الاول وبعدين نعمل بث غالبا انا لسه مش بتأكد موقع المباراة لكنه غالبا هيكون الساعة 11 او 12 بتوقيت ساس كاتون اللي هو سبعة او تمانية مساء بتوقيت السعودية تمانية او تسعة بتوقيت القاهرة وهكذا ان شاء الله الاحد هنرجع تاني اللي هو شوارع كندا عجبتكو الاسبوع ده لما هتطللكو بانف وجاسبر والطريق اللي بينهم ان شاء الله الاسبوع الجاي نحطلكو مقاطع اكتر من البرتا او من فانكوفر لسه مخترتش بس اختر واحدة من الرحلة اللي انا كنت فيها في جولاي هناك بناءا على طلباتكم اليوم الاثنين انا بعتزر المفروض الاسبوع ده اتكلم عن اللي هي الشركات المقاطعات الاطلنطية والزاي يعني اللي لسه مش عارف ازاي ما يدخل فين اماكن الشركات ممكن يجدم ازاي كنت حابب اعرض عليكو الاحكاية دي المفروض ان هي سهلة اي حاد ممكن يعني لو دخل على الروابط اللي انا حطيتها جابت كده ممكن يعملها ويشوف الاماكن لكنه العيون اللي بيسأل وكترة الطلبات عن الموضوع ده هادخل ان شاء الله معاكو كده واعتبر نفسي عايز اجدم ازاي انا كمان ومع بعض كده نشوف الحكاية دي عاملة ازاي اليوم الثلاث اسؤل وانا اجاوب لسه مش شramentش ان لسه ما اخترتش سؤال من الأسئلة اللي تطرحوه عليها هنشوف ان شاء الله كده اختار سؤال ونعرض عليكو اليوم الالتنين يوم الثلاث ااسف يوم الأربع برده خبر والتعليق على حسب الأخبار اللي هيكون متاح وقتها اليوم الخميس إن شاء الله هتكلم عن اللي هو اللي برضو كمفروض تكلم عنه الأسبوع ده وما تكلمتش عنه الموضوع ساسكاتشوان ده استغرق مني الأسبوع كله يوم الخميس هتكلم عن حلقة جديدة من حلقات شراء البيوت في كندا أنا كنت وقفت معاكو قبل كده عن اللي هو مواصفات البيت بعد ما انت خلاص حددت انك انت خلاص جاهز لكدت تشتري البيت وعرفت هتمول البيت ازاي والمورجج اخترته خلاص او اتفكت مع الممول بشكل مبدئي وحددت البيت ومواصفات البيت والمكان انت عايزة تدور عليه هنبدأ نشوف طبعا عايزة دق خلاص انا عايزة دور دلوقت هنبدأ ندور وزا فيه وقت برضو هتكلم في الحلقة دي عن نبدأ ازاي نعرض نعمل العرض هو للبيت والى اخير الى غاية لما نشتري البيت ان شاء الله ده هيكون يوم الخميس والجمعة الدرداشة الاسبوعية بتاعتنا السبت انا قلت بكرا ان شاء الله هيكون البث مباشر بما انه ساسكاتشوان هو الحدث بتاع السبوع ده ان شاء الله هخصص الحلقة بكرا للأسئلة والأجوبة اللي خاصة ببرنامج الـ EOI اللي هو بيشمل برنامجين قلنا الـ OID Occupation and Demand والساسكاتشوان Express Entry فاللي عنده اسئلة في الموضوع ده بكرا ان شاء الله يكون موجود معاه في بث مباشر وهجاوب ان شاء الله على اسئلة دي هدي الأولوية للأسئلة دي بس هو ده اللي حبينا اتكلم معاكم النهاردة فيه خبر بسيط كده يوم الحد ان شاء الله متوقع انه اول دفعة من دفعات الثلوج السنة دي تنزل علينا هنا في ساسكاتون الناس اللي دايما يقول يا عبد الرحمة انت مش بتقول الخبار دي ليه واضح انه مش متابع طبعا كده لكنه اللي هيروح وشوف القناة هيلاقي كده الفيديوهات ازاي ما ان شاء الله تبارك الله والثلوج وسط الثلوج وسط العصير وسط يعني الجو القاسي ده بدون شك الجو في ساسكاتون جو قاسي مش جو جو صعب بالنسبة لنا انا اللي بعد السنين دي كلها ولسه الواحد لسه يعني كل ما بيجي الشتاء بيقول نفسه وانا قاعد اعمليه هنا لما بروحش مكان تاني فمتوقع انه تنزل الثلوج علينا ان شاء الله يوم الاحد هنصور لكم لو حصل ونعرضي لكم شوية منها بس ده جدولي للاسبوع الجاي الجداول اللي سبيع دايما جماعة بناء على مشاركاتكم وطلباتكم فما تنسوش تسيبوا تعليقات بلا انتو حابين تشوفوه حتى لو ما ردتش عليك ان شاء الله بحطه عندي في القائمة بتاعة المواضيع ان شاء الله هتكلم عنها ما تنسوش دائما من الدعم شكرا مرة تانية لكل المشتركين 28 ألف لسبوع ده يعني شاكر لكل من قرر ان يشترك في القناة وشاكر اكتر كمان لكل من قرر ان يفعل الاشتراك التفعيل ده ليك انت علشان تجي لك المشاركات اول باول والتنبيهات تجي لك واللايك والشير زي ما شرحنا عشان تساعد غيرك هو كمان يشوف المحتوى بتاع الفيديو ويشوف القناة بشكل عام يمكن يستفيد منها هو كمان والتعليقات عشان تقولوا لي رايك و ايه واخبارك و ايه يلا في امان الله افتكرت حاجة مهمة قبل ما اكفل الفيديو ده المبارح وانا بتكلم عن الخبر بتاع اللي هو ساسكاتشوان والسبعمية وتسعة وستين شخص اللي تم توجيه الدعوة ليهم للتقديم وانا بتكلم عن الساسكاتشوان اكسبريس انتري كانوا كاما 404 تقريبا شخص قلت مبارح ان هم خلاص اخذوا ستميت نكتة مبروك ليهم وهيروحوا على طول اللي هو يعني هيتم سحبهم على طول في اللي هي السحبة الجاية بتاعت الفيدرال اكسبريس انتري ده طبعا غلط الكلام ده غلط انا على طول صححتهم بارح بس ما يعني ما حب ما كنتش عارفة عملي اشيل فيديو واعمل واحد تاني ولا ايه فقلت خلينا احط تصليح تحت في الفيديو والنهاردة برضو اصحح عن موضوع مرة تانية الناس اللي هم تم قبولهم في او تم توجيههم الدعوة ليهم لساسكتون اكسبريس انتري زيهم زي لو اي دي دي معناها انك انت بيقول لك ابعتلي الورق بتاعك ابعتلي معلوماتك خلينا اتأكد اصلا من اللي انت قلتو لانك انت بتفتح اكسبريشين اوف انت بتقول انه انا عندي كذا وانا عندي كذا وقيمت الشهادة وانا عندي خبرة وانا مش عارف ايه هو لسه معارفش معلوماتي صحيحة ولا لا فمجرد ما هو بيختارك لانه هو انت بتقوله انا جمعت النقاط الفرانية بناء على ردودك فهو بيقول لك طب بعتلي بقى الورق ده بيديك ستين يوم تبعت فيه الورق والاثبتات دي كلها شهادات الخبرة الخبرة دي هنعملها حلقة الاسبوع الجاي لواحدها لانه فيه تعدلات حصات عليها فهو بيدرس الموضوع ده وبعدين لو شاف انه ورقك سليم وكل حاجة تمام بيديلك الستمائة نقطة اللي هي تنضاف لك في الاكسبريس انتري الفيدرالي الفترة اللي بتستغرقها الحكاية دي يعني ازون اكتر من ست شهور سبع شهور تقريبا فهو انا مبارح فيه ناس مبسطوا بقالوا على طول يا عبد الرحمنها ست شهور ونيجي انا بعتزر انا بعتزر جدا الظاهر لانه كنت مستعجل وكنت داخل لمحاضرة فالكلام ما كانش سليم الحكاية الاول ها ست شهور هنا في سسكاتشون يتأكدوا من ورقك بعد طبعا ما تقدم الورق بتاعك وبعدين ان شاء الله لما تاخد ست شهور تانيين هناك في لما تاخد اليمونيشن يعني ست شهور تانيين هناك في الفيدرالي ده بالنسبة للموضوع ده عندي حالة تانية كمان اشغال عليها ان شاء الله فاكرين شريف الشريف فاكرين اللقاء بتاع شريف الشريف ناس كتير كان بقولوا يا عبد الرحمن طب شوف غيره شوف غيره وانا مكسل جدا في الموضوع ده يعني قلوا يا رب عندي عندي يعني فكرة ان انا حد استضيفه الفترة جاء بنشاء الله اذا مشت الامور زي ما انا مخططة هو احد الأشخاص economic مشهورين جداً أحد الأشخاص اللي بصراحة بيقدم خدمة يمكن أحسن من اللي أنا بعملها مئة ألف مرة ودايما بقوله أعمل في قناة أنت كمان ويعني فيد الناس يعني هو بفيدهم فعلاً بس في الواتساب جروبز والمعلومات اللي بيقدمها هناك أنا بقوله كمان اليوتيوب هيساعد يا ريت أنت كمان تطلع وتدي معلومات أنت كمان عنده معلومات ممتازة جداً هعمل معا لقاء هحاول أعمل معا لقاء إن شاء الله يوم الحد موعدنا هنسجل إذا تسجلت فعلاً مش هنطلع علي فهي عرضها عليكم طبعاً مش الهدف من اللقاء نحن نتكلم عن برامج نتكلم عن أي حاجة علاقة بالهجرة الهدف من اللقاء زي شريف الشريف كده تجربة الباشدة مش هقول اسمه لغاية لما أعمل اللقاء معه تجربته كانت إزاي الخطوات اللي مشي فيها إزاي هو في مجال IT برضو زي وزي شريف الظهر هم دولي اللي أنا قادر أتواصل معاهم شريف كان من سنة تقريباً نفس الوقت ده وديني بعد سنة هعمل لقاء مع شخص آخر في واحد تاني في دماغي جداً إن شاء الله بس لما تزبط معا الأمور هنعمل معا لقاء بس ده اللي حبيت أقوله افتكرته يعني بعد ما أنهيت الكلام قبل شوية خلاص مش هرجع تاني اللي عنده أسئلة اللي عنده أفكار للقاء يعني يعرض لي يعني يكتبها لي لسه اللقاء ما حصلش هي نفس الطريقة اللي أنا مشيت فيها مع شريف ممكن تروحوا تشوفوا اللقاء بتاع شريف اللي عنده يعني اقتراحات أهلاً وسهلاً يلا خلاص كده كفاية نراكم على خير كل جمعة وانتو بقى الفخير وربنا دايماً يجعل أيامنا سعيدة على فكرة سبتمبر بيخلص باقي ثلاث شهور في السنة اللي لسه ما بدأش هدف من أهداف ويحقق يشتغل هدف من أهداف السنة مش باقي كتير في أمان الله